أول شي بحب أني بلش بعيدا عن موضوع يلي تناولوا اجتماع اللجنة المرأة والطفل اليوم لنحكي عن موضوع الشبكة أو العصابة التيكتوكرز يلي سموهن تيكتوكرز يلي طبعا كل المجتمع اللبناني عم يحكي عنا وضاجج فيها الإعلام ووسائل التواصل طبعا نحن معنيين كلجنة مرأة وطفل ولا كأمهات وكمواطنين ومواطنات بهذا الموضوع وأنا من هالباب تواصلت مع المعنيين في الوزارات المعنية ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الاتصالات ووزارة العدل القضاء وضع يده على هالقضية وتحقيقات كتير دقيقة وكتير سرية وكتير عميقة فما حبوا يعطونا هلأ أي معلومات بهالخصوص ونحن حريصين حقيقة على التحقيق وعلى سريته لحتى يضل حيادة ويضل يقدر يوصل لكل خيوط هذه العصابة طبعا هالموضوع خطير جدا هي جريمة بحق المجتمع بحق المستقبل بحق الإنسان في لبنان وهيدي مسؤولين عننا على عدة مستويات طبعا وسائل التواصل الاجتماعي ووجودنا ووجود أولادنا على الإنترنت وعلى الأونلاين صار واقع ما عد فينا نهرب منه وباعتقد هالموضوع بدنا نتعاطى معه ودراسته بكل جدية بعيدا عن أي خطوات ردات فعل ما تكون مدروسة وما تقضي لحلول يلي نحنا منحب يعني نوصل له والنتيجة المتوخات لأنه التحديات عالمية هايدي عم بيحاجوها بكل مكان وكمان مثل ما قلت مرح على التلفزيون قلت أنه هالشبكات استغلال الأطفال كانت موجودة قبل الإنترنت وراح تضل موجودة وبوجود وسائل تواصل وبغير وجود وسائل تواصل مطلوب يكون في رقابة من الدولة من المجتوع ومن الأهل على الأطفال وحتى ما نسميها رقابة نسميها الرعاية نسميها الاهتمام نسميها الحرص على أنه أولادنا يكونوا عايشين ببيئة سليمة وصحية جسديا ونفسيا وعاطفيا وجنسيا حسب كلهم حسب عمره وهذا بيطلب نحنا أول شي رح بلش بمجلس النواب طبعا نحنا كتشريع التشريع اللبناني بما يخص الجريمة بحد ذاته عنده بمحفظتنا التشريعية عندنا ما يكفي من المواد والقوانين يلي بتوصف الجرم يلي ممكن يكون ارتكبته ارتكبته هذه العصابة كاغتصاب أو كاستدراج أطفال أو من ناحية الإتجار بالبشر يعني وتحريدهم على البغاء أو على إزاءهم أو على تعاطئ المخدرات أو على الجنس هذا كله ضمن قانون العقوبات عقوبة الاقتصاب بعقوبة الإتجار بالبشر في عنا قانون المعاملات الإلكترونية يلي كمان بيركز على العقوبة إذا تمت حبر الوسائل الإلكترونية في عنا قانون التحرش الجنسي كمان يعني وفي عنا قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين الخطر إذن من ناحية عقبية نحن في عنا كتير عقوبات ومواد بينطبق وصفة على الجرم يلي ارتكبته هذه العصابة طبعا نحن بحاجة باعتقد ورح نطلب هذا الشي من وحدة الدراسات بمجلس النواب نعمل دراسة على القوانين إذا كانت رادعة العقوبات فيها كفاية والغرامات خاصة بعد ما تعدلت قيمة الليرة اللبنانية لحتى كمان تصير الغرامات رادعة الشيء الوقائي طبعا صعب أكتر شيء ممكن نعمله بالتشريع هو نحط شيء جينيريك شيء عام لحتى نلزم نلزم السوفيس بروفايدرز يلي بيعطوا خدمات الانترنت أو يلي بيعطوا البرامج إنه يحطوا أولا يلغوا بعض الصفحات الممكن يفوتوا عليها الأطفال وكمان يحطوا آليات تريجرز تعمل كنترول معين لما بيطلع محتوى معين موسيق للأطفال إنه يقدروا يحيدوه أو يلغوه أو يعملو له بلوكج هيدا من هالناحية التشريعية طبعا الوزارات المعنية على المستوى التنفيذي في إيلادور وزارة الإعلام وزارة الاتصالات وزارة التربية وزارة الداخلية من خلال شعبة مكافحة الجريمة الإلكترونية والأهل والمجتمع نحن الأهل يعني أنا الأهل يلي بيتركوا الولاد بدهم يخلصوا إذا عم يبكي أو إذا بيأخذها التليفون أو أخذها الديفايس تسلة فيه بتكون العيلة عشر أشخاص قاعدين مع بعضهم الست والجد والأم والباقي والولاد بس كل واحد قاعد لوحده لأنه كل واحد قاعد هو والتليفون وما حدا بيعرف هالولاد شو البرامج اللي عم يفوتوا عليها طبعا فيه برامج كتير في قلبة فيه أبليكيشنز موجودة بتقدر تعمل نوع من الرقابة الوالدية على البرامج يفوتوا عليها الأطفال وكمان بدنا نمي قدرات الأهل بهالخصوص من خلال الإعلام يمكن ووزارة الاتصالات بدنا نمي قدرة الأطفال على أنهم يتعرفوا على المحتوى الموسيق ويعملوا ريبورتينج يخبروا أنه فيه محتوى موسيق وهون فيه أدوار لعدة جهات وبدنا كمان الأهل يعني فيه شباب عرفنا عنهم يعني منتعش تسعة عشر بهالشبكة يلي هن صاروا عم بيجروا أطفال آخرين وعم بياخدوا مصاري أنا بحب اسأل أهلهم هل سألتوا أولادكم من وين عم بمصدر الأموال يلي عم يحصلوا عليه لأنه حسب ما فهمنا كمان أنه فيه أولاد صار معهم سروة جابوا السيارات سألوا أهلهم حالهم وين مصدر هالأموال يلي عم بيجيبوها إذن المسئولية متعددة المستويات ومتعدد الأطراف وهي مسئولية مجتمعية وأنا بخبركم الحل مش أنه نلغي السوشيال ميديا لأنه إذا سكرناها من هون الولد أشطر من أهله بالتكنولوجيا في رجع عرفوه على التيك توك وعلى غيرها من محلات تانية ونحن عم نعرف أنه مثل ما قلت فيه شبكات استغلال أطفال مش من زمان ظهرت بأمريكا وقاموا فيها مسئولين وسيليبرتيز مشهولين وما كانت بعيدة عن التواصل الاجتماعي إذن نحن ما فينا نلغي السيارة إذا منركب فيها ممكن نعمل حاد السير بس ما ننظلنا نطلع بالسيارة بس ما نلتزم ب ضوابط السير والأوانين الطيارة فيها خطر كل التكنولوجيا معها بتقدم فرصة وبتقدم خطر وتحدي ونحن بدنا نلتزم بالمعايير والضوابط لحتى نتوقع هيدا على جانب بس لحتى نقول نحن عم نتابع هالموضوع وراح نطلع أكون بأي مستجدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا